أولا أننا نقول بدون المروك ماشي بدون المغرب آه بدون المروك لأن التسمية الحقيقية جات من مراكش الأصلحة وملكة مراكش لا باش نزيده نروحه لأنه كان خطة لمدعمة باش تسمية المروك تصبح المغرب وتصبح هيئة هيمن من الجانب الرمزي والتقافي على منطقة المغرب الإسلامي والعربي كل واحده شيء المغرب الكبير فتلعب وشفناه كيفاش يعني من قبل هذا الجار يحاول هيمن أو يحكر يحتكر يعني التسمية كان عندها أغراض توسعية واضح ويحتكر كل بعد التقافي تاعة المنطقة كلها وحنا سقطنا نوع من في هاد الفخ ولينا نتكلمو بالمغرب 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 ومبعد باش نفرقو ما بين المغرب والمغرب يصبح البعد المغاربي يعني في الخط في تسمية الحقيقة هو المروك ترجمة نانسي قنقر